في المركز الجماهري بيافة الناصرة تم تنظيم حفل للعرض الأول لفيلم بعرضي الذي يتناول موضوع انتشار العنف والجريمة والسوق السوداء في المجتمع العربي تعد هذه الظاهرة تهديدا للأمن وشعور بالأمان بين المواطنين العرب في مختلف أنحاء البلاد وهدف الفيلم إلى توعية الشباب بالمخاطر التي تندر بالمجتمع بأسره نتيجة لهذه الظواهر السلبية يأتي هذا الفيلم ضمن الجهود التوعوية للتصدي للتحديات التي يواجهها المجتمع العربي ويشدد أيضا على أهمية تعزيز الوعي بأخطار العنف والجريمة والحفاظ على الأمن والسلام العامة إنه منبر فني يسعى لنشر رسالة قوية وإيجابية للشباب داعيا إياهم إلى المساهمة في التغيير قمر مناصر حضرة الفيلم والتقت بالقائمين عليه وبالحضور أيضا وعدت إلينا بهذا التقرير موسيقى 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 فيلم اللي هو الحاكي الواقع اللي موجدين بس الفيلم ما ينطيش نهاية النهاية ما ينطيها مع الطلاب المدارس أو الجمهور اللي بيحضر عشان إحنا تناقش معهم لأنه إحنا أثبتنا بالفيلم لقبل وفرصة أنه إنتي لما تناقشوا الطلاب تصل لقلوبهم تصل لعقولهم تقدر تشتر معهم بعرضي هو ولا إشي عادي فيلم بحكي قصص متنوعة اللي موجودة عنا بس بقالب سينمائي عشان القالب سينمائي هذا الولاد بحبوا السينما الشباب بحبوا السينما الكل بحب السينما بكيفة على أسماء بعرضي واتضح لنا أنه أغلبهم بعرفوش ما أنا طب عرضي إذا بعرفوش بعرضي ما أنا طب عرفوش ليش بطخوا بعرفوش ليش خاوة بعرفوش كيف بدايق الناس بأنه بعرفوش شيء بجيء للشباب في الأول الأخير قادت نجر لعالم العنف لعالم اللقم السهل أو مش لقم السهل اللي يسميه المصاري السهلي اللي قاعدين يحصلوا عليها وعالم مغري بشكل أو داخل حاولنا أن نورجي ما وراء الكواليس لهذا العالم هذا العالم مش وردي كيف الشباب يشوفوه وهي المصاري السهلي هي لها ثمن كثير غالي اللي بيدفعوه الشباب فحاولنا نورجي هذا العالم الغامض هذا العالم الإجرامي هذا العالم اللي هو كل ياته مشاكل ونهايته دايماً سيئة فأحنا أخذنا من الواقع ومن الشارع وسمعنا قصص واخذناها وحولناها للشاشة فهذه القصص معظمها هي تركيبة من مشاهد اللي كانت واقعية وحقيقية اللي صارت مع ناس عنه نعرفها بشكل شخصي وحولناها ونقلناها على الشاشة حتى يتواصلوا مع الشباب حتى يكونوا قريبين من جمال المجتمع مهم جداً أنه نحكي بهذه القضية لأنه هي قضية مهمة كتير بمجتمعنا للأسف للأسف نحنا نتمنى نخلص منها نتمنى نبطل نعمل الأفلام عنها لأنه ساعتها بتكون زالت بس للأسف نعمل الأفلام عنها عشان ننواعي الشباب بتمنى أنا أنه تكون الرسالة وصلت وإحنا بنقول للشباب أنه بتنجروش وراء رفيق السوق هاي الناس هي دمرت المجتمع تبعنا إحنا عنا شباب حلوة وطقات حلوة ومجتمعنا حلو بس يريد نخلص من هاي القافية رسالة بسيطة لازم إحنا اللي زينا ممثلين ومراكزين وأشياء لازم هدولة دائماً يوصلوا رسائل للجيل القادم إنه هذا الطريق كتير صعب يعني أنا لما مثلت بهذا الفيلم في كتير بنات مرت بهذا الزرف إنه عم بتوصل لشغلات الأهالي صعب تحكي للأهل سعب تحكي للأخو إنه لازم يكون في حل لهذا الموضوع لازم نطرح هاي المواضيع على هذا الجيل اللي ما يفوت على هذا الطريق اللي مش لإله إحنا ما منمثل من كوننا إحنا منمثل الواقع منمثل شو عم بيصير شو بيصير مع البنات اليوم شباب اليوم منمثل إيش بيصير بالشارع إيش الألفاظ اللي بتصير إيش بيصير بالبيت هذا كلياته واقعي يعني مية بالمية ما فيش شي من كوننا إحنا دور الأم اللي مغلوب على أمرها اللي بيدلع ابنها كتير وبتصدقش إنه ابنها ممكن يطلع إصحاب بشلة إصحاب يكونوا حواليه يقزوه بتسألوش من المصاري بتعرفي دور الأم اللي هو الأم الحنوني البسيطة اللي بتعطي كل حياتها لابنها لأولادها الأم اللي هنا في الفيلم اللي هي عطاء محبة سلام لأولادها لجرانها للحياة كلها هี่ الأم العلم موجود في مشكلة العربية وإحنا لازم نخفف هاي القافي فهذا الفيلم لازم ينعرض بكل المدارس طبعاً أنا عم بحكيك عن ابتدائي مش ابتدائي إعدادي تنوي وللأهالي فعني عن جد لازم ينعرض ولازم نأخذ عبرة مش بس إنه نعرض وبدنا نشوف ممثلين ونشوف هاي الهدف الرئيسي إنه نتوصل إنه نخفف العنف اشتركوا في القناة